صوفية دول وبعدين عندهم نوهام صوفية دول عندهم كذب كذب هنا سيبدك حاجات بسيطة بس بالكتب في كتاب اسمه الطبقات الكبرى لشعراني تعليف عبد الوهاب الشعراني مدح البراي في مصر المؤمنة قال اسيد الشعراني الناشر لعلم الله ده جاب بترجم قال تراجم بعدين من ضمن التراجم ترجم لواحد قال اسم محمد الفرغلي من الكرامات قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب ده في الكتاب ده بتاع الطبقات للشعراني مدح البراي شعراني قال محمد الفرغلي من كراماتي ذكر من الكرامات قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب ده ري وريك انه زول خطير زول يعني عنده زول يعني زول خطير صالح يعني قال اولي قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب فجاء الى الشيخ وهو يبكي قال لا ابوي الشيخ تمساح خطف بنتي وقلت كنت وين وبنتك مشت البحر لشنو وكان يوم شنو وقلت كنت بتعمل في شنو لما مشت البحر في رازة سنة وقل له مشت متين ذات وخليت له لما خطف التمساح فقال له الشيخ الفرغلي اذهب الى البحر ونادي باعلى صوتك تعرف الصوفية ده شو الكذب كيف قال الشيخ قال الفرغلي ده خليه النور ده كذي الشغلة ذاته ظريفة نازل ايون بذت تحمل ذاته واحدين بعدين قال وقال وقل ده الشيخ قال له اذهب الى البحر ونادي باعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي قال لا مش البحر كوري قول يا تمساح تعال كلم شنو الفرغلي فيه تمساح بعرف الفرغلي اتلاقاك زيدا تمساح بعرف الفرغلي اهم قال فذهب فخرج التمساح من البحر كالمركب والله مكتوبة كذي قال والخلق عن يمينه وشماله جارية جماعة والي فتحوا بيجاي وبيجاي والتمساح ماشي الغريب قال حتى وقف بالقرب من باب الشيخ تمساح ذاته بعرف بيت فينه بيت الشيخ ما معروف بتمسحه سوى عليهم الربه قالت وماشى قال وصل البيت والله الذي لا الى غيره ارجع على الكتاب قال فامر الشيخ الحداد بقلع جميع اسنانه قال له قلع اسنان التمساح ذا حداد عليهم رب جاب لاجنه وشاكوش افتخش ما قال له تمساح لما فيه كشلو كشلو كسر لا سنونه لا بنج لا حقن لا ايش والتمساح الدرويش واقف زاي كسروا لا في سنونه كشلو وقعت السن والبعدة تمساح قاعد ما عرفوا ده ذاته تمساح جميع وين ذاته تمساح صوفي عليم ربه المهم قال ثم امروا بلفظها قال لما الرجع قال فخرجت حية مدهوشة قال البيت مرقت مين في بيت جوا بطن تمساح بتمرك كذي مرقت عديل قال او متهوشة قال قال انا كنت وين كنت وين في منبدة ما كنت في بطنة تمساح ده واتي واتي قاعدة لازي تمساح ده ما قرمش يقفز بلع كذي زاي والله الذي لا الى غير انا ده كله خليبي اجنبا قال فاخذ العهد على التمساح اللا يخطف انسانا وهو حي قال لا تمساح تانا انا قاعد في البلد دي شوف لك رزق في محل تاني ما تخطف لك زولي اخ في البلد قال فرجعت تمساح الى البحر ودموعه تسيل لقاكم تمساح ببكاء جماعة وتمساح الدنيا ده اللي ببكوا اسف الدلالة التمساح بتانا الدلالة ببكوا ده بدوك فيك مقلب والله يديك عربية ما تعارف عربية ولا ترلة خليهم تمساح بتانا السوق ده لست بتقدر عليهم تمساح ده حاجات عجيبة تمساح ده ان لقاك في البحر بجيه هك تمساح السوق بجيه هك ومعنى ما لقيت حلاوة اسمت تمساح لقاك موس وكبرية اسمت تمساح لقاك ولا لا لقاك ما لقيت بس كويت التمساح اتا لقا ما افزاد تمساح دي شوف خطر ده بكت تمساح وطرشت تمساح يا ناس دي امتا مش لقدام والله الذي لا لا غير من ام زيدي زيدة يعني انا باكسود زيدة كرامة تانية في كتاب الطبقات لمحمد ظهرت له كرامات وخوارق عادات كلام زيدة قال منها علمه بمنطق الطير الشيخ ده بيعرف منطق الطير الطير لما نسكسي كتب تكون ما فاهبش لكنه بكون عارف الطير قاصده شنو واحد بتاع التماسيح دا قياها براو دا شوف تعال بتاع الطير دا دا كمان جاب عجيبة مرة واحد قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه يمشط للشيخ في راسه قال فجاء الطير في كتب الدار اي مرات قال فجاء الطير في كوة البيت الزيد شباق دي فسكسكت فسكسك هو لها السكسك لا دا منه عبوك الشيخ ذات بدع شوش سكسكت الشيخ سكسك لها لسه ما شرح لك ثم جاء الطيرة اخرى والله مكتوب كذي فسكسكت فسكسك هو لها والدبرك برضو جاه سكسك ووك الشيخ شنو سكسك ليه اصي زول عجمان قاعد معاو شيخ سكسك دا تاني بقعد معاو هو زول بسكسك ليه والدبرك دانا بجيب لمرتي للجنة هو الدبرك بتونس معاو انت بتفعهم كيف دايب للمره يا اخي لا بوي الشيخ داير جنة اديك تراب يقول لك هاك اكشحه في المتمة تاني يتم عليك ربك سبحانه وته داك تراب خلت للمجماعة ديل وقال تلابوي الشيخ ندار جنة هاك التراب داكشحه في المتمة تاني ما الترابة في خشمك بعد تزع شهور تلقى ضان الجنة وضان الشيخ واحد ما فيش حاصل شنو في شنو هنا في هنا حاجة موضوع ما واضح ولا ما واضح يا اخي زول يا اخي يا اخي وكل تحني يا اخي تقول يا الله الديني جنة ودي له اخي تبتلعب علينا يا اخي بنات المسلمين يا اخي ما عليش لكن دا ما الحاصل الحاصل مر فقال طوال قال فقال له المشاط يا شيخ سألتك بالله الذي لا اله غيره الطيرة ان قالت لك وانت ان قلت لها الدرويش لسا قاعد قال لي اسألك بالله يا شيخ الطيرة دي قلت لك شنو وقالت لك شنو وده مصدق والدبرك وبدع شوشة صالحون يا بدع شوشة استهد بالله الزرازير ومستقبلون والدبرك انطلقتها تاني العريض صعب والظروف صعبة وكاذي هلت العاقل ويته هناك وكاذي هو الموضوع ده كاذي شوفوا لكم سلك وهناي صالحون طوالي هاي بوي الشيخ خلاص ابدع شوشة خلاص انا فوتلك اي شيء نبدأ صفحة جديدة ومعاد سلوك يا ناس بيدي ده وده ابرك بده ارلبت هناك والاخبتة زي باسم الدين الكلام ده المشكلة باسم الدين دول بيتكلم مع الطير ده بيتكلم مع التمساح داك في الطبقات الكبرى واحد اسمه عبد الرحيم المغربي ودينها قال عبد المحمود نور الدائم في كتابي النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية قال استشفاع ازمع العنوان ده قال استشفاع الملائكة بصالحي الانس الملائكة اطلبوا الشفاعة وعن طريق منه صالحي الانس قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي جابه من الطبقات الكبرى للشعراني قال كان في حلقة هو معه بعض تلامزته الحوارين بعض الحوارين الحوارين قال فنزل شبح من السماء في رواية شيخ قال قاعدين في شيخ ولا شبح من السماء جتوال في الحلو قال ثم صعد فقال الحاضرون للشيخ ما هذا يا شيخ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه ملك والله الكلام ذا مكتب في كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف عبد المحمود نور الداهم وفي كتاب زايا الرياض جاءب أحمد الطيب البشير قال مشس النار قال فاجتمع عليه بعض الناس ممن يريد الدخول في طريقته وممن يعني يشك وهو وهو كذا وبعض الناس قال قال له يا شيخ اتبتحي الموت فقال لهم اختاروا من شئتم من أصحاب هذه القبور مجد المقابر اختاروا أي واحد قال له نسبوا قوموا لكم والله قال فاختاروا أحدهم فقاموا قوالي قوموا لهم قوم تقول راقت في عن قريب والزول النام فحيوا زي الناس قوموا طوالي ومات ومعاهم ملائكة والسؤال قوموا طوالي قال إحياء الموت وجايبينها برضو ترجمة لحسن والحسون في كتابة طبقات لمحمد والضيف الله القبيل ذكرته ده ترجمة الفصل الثاني في ترجمة حسن والحسون أنه يحيي الموت نازل خلوا شنوها جماعة زول بيدي الجنة زول بيعلم الغيب صح خلوا أشياء كثيرة لكن دشرك واضح وكفر زول يحيي الموت ويدي الجنة ويعلم الغيب ويحلفوا بيه من دون الله ويتكلم مع الملائكة ويستشفع للملائكة أو الملائكة استشفعوا بيه ويتكلم مع الطير ويتكلم مع التمساح ويبكيوا ويتنادي في الشدائد يأخذ الدارة سألوا لشنو النازل أكثر من كذي سألوا لشنو يعني كل دروشة وفي النهاية القرآن ده من الفاتحة للناس ما بتلقى أهد قل لك أبقى صوفي والسنة ما بتلقى حديثي قل لك أبقى صوفي لا تبقى صوفي لا تبقى أنصار لا تبقى أخو مسلم لا تبقى حزب تحرير لا جماعة تبليغ لا دواعش لا أبقى مسلم مستقيم كفاية ولا مكفاية وحر براك واشتبقى لك مع جماعة ونحن عندنا اجتماع واتخبتك من اجتماع اجتماع بتاع شنو ده لك بغاية جروك وحقيقة ثم إننا في هذه الأطر ينبغي في المرحلة القادمة أن هذه المسألة أنيطت منها بعض المسائل ثم إنه لابد يا ذو الله لابد بتاعي ما تخوش في الموضوع والله يجمى داخو داخو مسلم يطيع زمنك ساي وداك بغاية سروري بتاع ناشيد وبتاع حاجات تانية لخبة كلها ومصائب لإن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل وقبليا هنيعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل ويتقى يا عاية هنا ما تدمع المقل قدام ما تمشي جاهد إتا هناك يريد ترسلني والتتاكل في المند هناك تشرب في العصير بتاع المنقى بالتلج وانا ترسلني هك هو جهاد من غير وليأمر جهاد من غير حاكم بس باركوه ساي هو جهاد ده بس كذي ساي تفجر نفسك وراح الجنة الجنة دي ما عندها درب بتخوش ساي والنادي ما دفعتها جنة بس تخوش كذي ساي تلعب علينا نحن آخي لا لا ناس والله النادي كله والله إلا من رحم الله تاع اللخبة وداك حزب الامة بجنبه ونحن والمهدية وزم إننا كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهيبة وشتتوا كتل الغزاة الباغية عبداللطيف وطوالي وووك داك بكي يا هزول تبكي لبجلا بيها ده جيب قدامه جيب وراه وده منس عنده جيبين بتمسكوا البلد منس جيبين عليهم وربه بعذين بعمل باه يا ناس كلها لخبة والله الذي لا إلى غيره وجماعات وأحزاب ودرويش بيجاي أنا أستف أستغرب في الصوفية ذيل كان دار يدعو كفار يقول له لهم شنو دار يدعو النصارى يقول لهم شنو يقول لهم ما تغلو في عيسى عليه السلام نصارى بقول لهم أنتم ما تغلو في الكباش تدعون كيف تدعو عباد صنام يقول لهم ما تعبدوا الحجارة يقول لك القبة دي بلاس ديك أنت تدعو شنو أنت تدعو شنو ذاته وتدعو لمنه لذلك يا جماعة النازل يتوحد الله وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الشقة الدرب لعلق حجاب يا أخفي بزبد واحد اسمه إبراهيم والله شاب صغير قال ليه واحد عنده موتر قال معلق في الموتر كمون قال يحفظ الموتر قال الغنمائي جات لافة ما أكلت من الموتر إلا الكمون بس الغنمائي ترمت الكمون ومشت واللهنا تكيفت منها ما شفتها لك تكيفت منها يعني أننا قاعد بديها موسطين هديها قال الغنمائي دي ترمت الكمون انتهت منه وده خادت إنه يحفظه شوف دالك الله خادت إنه يحفظه في النهاية نفسه ما حفظه بيقى فيه مصارين الغنمائي وكلها لخبة يا أخي شافع يا أخي يلبسوا حاجات وبلد بيقى أي شي يرجفه منه زول يا أخي قرية كاملة قرية عكاكيز وسكاكين مسدسات والرجال والشنبات كلهم يرجفوا من علم فيه قضع بس ولك أبوك الشيخ يتبين هنا المحل دي ما تصلوا كيف ما تصلوا محل ده كيف ما تصلوا يتبين وزول في المغابر يتبين في الفريق مالو بيجي في الفريق انت من المغابر تجي الفريق وقاعد في مربع يا أخي في الفريق ونساوين وبلاؤي ومصائب كلها جماعة دي أوهام وأشياء أفسدوا باع قائد الناس يا أخي أي شي يعتقدوا فيه سبينجا لو مقلوبة يقول لك صلحة صلحة ما تقلب علينا يا أخي سبينجا بتاجي لو عربية اشتروها جديدة يطبحوا ولك ما ضبحتها عربية دي بتجيها حاجة والقواجة الصنعة ما ضبحت الصنعة ذاته لقاك خواجة ضبح ولا ضبح ولا أي شي دي ولك ما ضبحتها تشيل من الدم تلصقه في القزاز عربية دي بتجيها عوارض يا أخي عوارض وين كان والبي حفظ منه خواجة قلت لك الصنعة ما سوى لها عمارة يقوموها عمارة يجيبوا لعيش الحب شتتوه قال للجن عشان الجن ما يهيج على العمارة دي هاي هو جن بتدعيش حب جن تدعيش حب واعت في كافوري قال لي أنا حارس حارس ليه عمارة عمك اسمه دفع الله قال ست العمارة جابت له فكة حديد تكشحة تحت وبتع سجار أحمر زاي وكله حرام المهم بشتت في الفكة تحت عمك لقط الحديد وماشي طواي جيه أموره غايته والله والله الذي لا إلى غير ما جاء ما شغلت دي يا أخي جن دار لفكة وتجن وكت الدرش وتدفكة وتجن يا أخي بتعيش ناس ترجف من أي شي كان جات كتاحة يكذبه كتاحة لو جات يعلموا تشافع محمد معانا ما تغشانا يا أزول بتكذب محمد صلى الله عليه وسلم في السودان معاك صلى الله عليه وسلم معاك في السودان يلعب يا أخي ودع لك خاتين فرشة قال العصر خاتين لهم فرشة وبيقولوا فيها ذكار قالوا دي الحضرة النبوية القامرات كورة فيها موية مسيخة قالوا الرسول بيجيوهم قلت الرسول كان بيجيب بتقدمه يا مسيخة رسول عليه الصلاة والسلام بتقدمه يا سيخة وحضرة تلعب بالدين يا أخي رسول ما جاء السودان صلى الله عليه وسلم دعوة وصلة السودان لكن ما جاء السودان ودكذب ساي جاءت كتاحة تسأل الله سبحانه وتعالى لأنه هو هو الذي يملك الريح سبحانه وتعالى وهو الذي يصرفها تسأله خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وتستعيذ به من شرها وشري ما فيها وشري ما أرسلت به كل عقائد شان كده مع قلبك ده نظف خلي لله بس عيش في الدنيا دي لله عبدي لله ما ترجف ولا تمش تشيل حجاب بتاع محبة ولا حجاب بتاع الرزق ولا حجاب بتاع عقرب ولا حجاب بتاع طلقة ولا تتبرق بيت تراب ولا تنادي شيخ ولا تمش ليه فكي ليه رايحة شو يخذيل ما عنده ونيشي ناس غلبتون الشغلة ركشة ما بيقدروا يشتغلوا صعبة بنزين مرات الليستي الليستيق ببنشر والسلك بتاع اللبانسي مرات بتقطع والكلتش شغلها الركشة شوية والمشاوير مرات حارة شغل فيها سهر غلق ما بيقدر عليها طلبة الشيخ ما بيقدر باغة يمكن تقع من يده ما بيقدر يشتغل فيه فرم القبو حارة ما ديها تاني يشتغل شنو ياهو بيشتغل شغل العتان ده من شغل بتاع بياض ونملك بالخيرة والناس صاحين ما لقوا الراحة اتا تنوم وصاحين بكشفوا كذي ما لقوا اتا نايم دارت عيبة يقول لا يخلق وسا وبلبلة وململة كلام فاضي فالناس تبقى عقيدة في الله صحيحة وتوحد الله النقطة التانية والاخيرة ما عليش سأرنا بكم لكن نايم جينا من مشوار بسيط تتحملون شوي